ننتقل معك أستاذ النور ونختتم هذه الجولة من صحيفة السودانية منها نطالع السجن سبع سنوات على عبدالغفار الشريف وإحالة مصرفيين إلى محكمة الفساد أصدرت محكمة جهاز الأمن والمخابرات الوطنية غير الإيجازية أمس حكما يقضي بالسجن سبع سنوات والغرامة 7 ملايين و393 ألف و148 جنيه بالإضافة إلى الغرامة 64 ألف و600 دولار وذلك تحت المادتين 59 و71 من قانون الأمن الوطني إلى ذلك أحالت نيابة أمن الدولة لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام دعوة بحق سبع مواطنين وجهت لهم النيابة تهما تحت المادة التاسعة من قانون الثراء الحرام وذلك على دمة اكتساب المتهمين لمبلغ وقدره 36 مليون و700 ألف درهم إماراتي من الخارج وإرسالها للبلاد بطرق غير مشروعة وإدخالها النظام المصرفي دون تحديد مصادرها أستاذ النور كيف تنظر إلى محكمة عبد الغفار الشريف ما هي مدلولات ذلك سبع سنوات أنا أعتقد أنها مدلولات ذلك لأن الحكومة تريد أن تقول بأنه لا كبير على القانون أن يمنع تحاكم حتى الإسلاميين حتى الذين ضحوا من أجل استمرار هذه الحكومة الغفار الشريف رجل مهم وكان مسؤول الأمن السياسي وحمل في جهاز الأمن أكثر من 29 عام وبالتالي تريد أن تقول الحكومة بأنها بدأت بمحاكمة هذا الرجل بأنه يمكن أن تحاكم أي شخص آخر ولكن أعتقد أن المحاكمات ما تسمى بمحاربة الفساد والغطرة السمان تأخرت كثيرا يعني الآن هذه الحملة بدأت منذ مارس الماضي الآن ستة أشهر هذه أول قضية تقدم إلى المحاكمة أشجأت في يوليو الماضي محكمة المال العام والفساد حتى الآن لم تقدم لها أي قضايا كبيرة الرأي العام برضو حتى يكون هناك شعور رضا المواطن بأن هناك جدية أكبر ينبغي أن تقدم هذه القضايا بأسرع فرصة وممكن إلى المحاكم حتى يطمئن المواطن فعلا أنه ليس فقط هناك تسويات تحت الترابيزة وعنما القضاء هو الذي سيفصل في هذه القضايا دائما قضايا التسويات وغضايا التحلل أثارت كثيرا من الغضب والمواطنين باعتبار أنه هذا أي شخص حل المال العام وتجاوز ينبغي أن يحاكم من القضاء هذا أفضل الله وأفضل للدولة لأن هذه التسويات تحصل فيها كثير أعتقد أنه من التجاوزات أيضا وتحصل فيها كثير من المعلومات المخفية الآن كويس أنه قالوا هناك الآن سبعة من رجال الأعمال والمصرفيين سيقدموا في قضية 36 مليون درهم يعني 13 مليون دولار في قضية غسيل الأموال وقضية كسب غير المشروع وما إلى ذلك وفي محاكمة أبد الغفار شريف ينبغي أن تتبعها المحاكمات أخرى كبيرة لأن هذه القضية الآن في محكمة عسكرية ليست محكمة عادية ولكن الشيط الطبيعي أن تنشأ مقفوضية للفساد حتى الآن لو توجد مؤسسية كبيرة في قضية محاربة الفساد ينبغي أن تنشأ المفوضية هذه المفوضية البرمان أجاز غانونها منذ أكثر من عامين فقط ينبغي أن يسمى رئيس هذه المفوضية وإنشاء جسم هذه المفوضية حتى يكون هناك جسم مؤسسي وتبعد شبهة أن هناك غضايا لانتقام هناك غضايا سياسية هناك تدخل في هذه الغضايا هذه المفوضية مستقلة وعلى رأسها شخص مستقل ويتسم بالنزاهة والاستغلالية والحياد أعتقد ذلك هو الدليل أن هناك إرادة سياسية متوفرة من حاربة الفساد نعم سيد زنون هل تتوقع أن تستمر حملة الحرب أو مطاردة القطة السمان حتى تشمل شخصيات ربما أكثر نفوذا خصوصا أننا البعض يرى أن هذه الحملة هي حملة ربما حملة تجهيزية للحملة الانتخابية لمحطة 2020 تحديدا ما رأيتك طبعا هذه الحملة بدأت منذ فبراير كان الناس يتوقعون أن يكون وديرتها أسرح وتركز على الفساد المؤسسي في داخل مؤسسات الدولة لأنه الآن هناك كثير من الأمس نائب رئيس الوزراء المكلف ووزير الاستثمار قال أن هناك كثير من الغروض والمنح الخاصة باشتراء الجازولين واشتراء القمح موجودة في خارج السودان موجودة في مصارف في خارج السودان طالب استرداد هذه الأموال لذلك ينبغي أن نحارب الفساد المؤسسي الذي يتم داخل أجهزة الدولة واستغلال النفوذ ونهب المال العام يعني هذه القضايا الآن لم تصهر في هذه قطة السماء لم تصهر كل هؤلاء رجال أعمال وموظفين في المصارف ولكن أين الفساد الموجود في أجهزة الدولة نفسها حتى الآن أعتقد أن حملة مكافحة الفساد ينبغي أن تتوسع وتستعجل وتكون مؤسسية عبر مفعوضية الفساد حتى يطمئن المواطن أن هناك فعلا إرادة حقيقية لمحاربة الفساد وليس شعار سياسي وليس تأغيق أجندة انتخابية أو سياسية البعض يرى أن بعض هذه الحملات أو المطاربات لبعض القطة السماء ليست إلا خلافات داخل قبة المؤتمر الوطني إن عكست إلى الرأي العام ما رأيك أنت؟ هي ليست خلافات وإنما المؤتمر الوطني شعر بأن الرأي العام السوداني كثيرا ما يحمل الحكومة وسؤولية الفساد والتقاوس عن محاربة الفساد الحكومة منذ عامين كما تذكر أنه أكثر من عامين منذ عام الفئنة الخمسلاشر ارتبعت هذه الأصوات الرئيس البشير اجتمع تذكر مع الشباب وارتفعت المطالبة بحملة مكافحة الفساد ومذلك الوقت بدأت الإجراءات لإنشاء المفاوضية بدأت الخطوات لاتخاذ خطوات لإصلاح الخدمة المدنية ولكن هذه الخطوات لم تنضي كثيرا إلى الأمام أجيزت قانون مفاوضة الفساد ولم تصبح المفاوضية خطوات إصلاح هيكل الدولة وإصلاح الخدمة المدنية لم ينضي كثيرا إلى الأمام ويحقق نجاحات كبيرة الآن المطلوب من حوض الحكومة الجديدة أن تكون هناك إرادة سياسية لمحارضة الفساد المؤسسي لتقديم الذين كما ذكر نائب رئيس الوزولة نفسه أوضعوا أموال خاصة بالقمحة والبترول في خارج السودان استعادة هذه الأموال أنا يمكن أن تصلح أوضاع الاقتصادية وبالتالي نحتاج إلى خطوات جادة أكثر وإرادة سياسية أكبر لمحاربة الفساد وليس فقط الشعارات بموضوع الوضع السماع نعم أيضا أخيرا أستاذ النور يعني كثيرا ما نسمع تقرير المراجعة العام يحتوي على تجاوزات في ملايين الجنيهات وربما أكثر لماذا لا يقدمون إلى القضاء طبعا آخر تقرير ذكر البرلمان عن شكل لجنة أن كثير من الغضايا التي ذكرها المراجعة العام في تقريره تمت معالجتها عبر إما هي مخالفات إدارية إما مخالفات مالية وهذه المخالفات جزء منها حسم والقضاء وجزء لا تزال معلقة في المحاكم لم تحسن بعد وجزء أخر أحيل إلى الجهاز التنفيذي ما عليته أو قبل يومين أصدرت الآن متحدة تقرير عن حالة الرشاوي والفساد في العالم 2.6 من 10 تريليون دولار هي خسائر الرشاوي والتجاوزات المالية وتحدثت تقرير أنه كثير منها متعلق بالحكومات متعلق بالخدمة المدنية متعلق بالموظف العام وبالتالي نحتاج إلى مراجعة ذلك مراجعة أداء الحكومة وتكون هناك منظومة كاملة للفساد وليس فقط عندما تصهر قضية تصهر المحاكم ولكن منظومة للفساد تمنع الفساد من مبعه تكون هناك شفافية تكون هناك جدية تكون هناك محاسبة وبالتالي كل هذا حكومة معتصة من تحديات الحكومة الجديدة نعم